دون صحة البخاري وصحيح مسلم ومستدركات كمستدرك الحاكم على الصحيحين ويخرج الحديث ويقول إنه فات البخاري ومسلم لأنه على شرطهما أو فات أحدهما لأنه على شرطه وذلك كثير جدا هناك مسألة الوضع والوضع هو الكذب على رسول الله صلهم والإتيان بأحاديث لسالهاص وهذا إنما حدث بعد ظهور الفرق والميلال والنحل التي ظهرت في الإسلام وأكثر الوضعات هم الشيعة الشيعة يضعون أحاديث كثيرة لأنهم يريدون أن يستدلوا إلى مزاعمهم في بعض الأشخاص وفي بعض المدهب وأقل الناس يعتين أن بالحاديث هم المعتزلة لأنهم كانوا يحكمون العقل وينكرون كثير من الحاديث والخوارج اللي يكونوا يتجرؤون على الحاديث كانوا يكتفون بالكتاب ولذلك كانت لهم أغلاط ولهذا قال علي بن أبي طالب بن عباس لا تجادلهم بالكتاب بل جادلهم بالحاديث فإن السنة هي التي تريهم خطأهم بقي بعد ذلك الزنادق وغيرهم من المندسين في الإسلام هم الذين وضعوا كثيرا من الأحاديث على رسول الله وعلى الإسلام وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما هو معروف حديثهم كذب عليهم تعميدة ليتبقوا مقعدهم من نار ولكن مع ذلك تحري العلماء ووضعهم لطرق مضبوطة علمية ومقايس منطقية صحيحة آخذة بوجهة من الجانب من التاريخ وبجانب من النظار وبجانب من النقدي للحاديث نفسه تجعلهم يقفون على أن الحاديث لذا بصحيح وهذه الطرق التي وضعها هي ما يسمى علم مصطلح الحديث وعلم جرح والتعديل وعلم رجال وهذا الأمر الذي هو السند وكما قال أحد العلماء أحد الأهماء هو من خصائص هذه الأمة والواقع أنه من خصائص هذه الأمة قال الحافظ بن حجار إن السند في هذه الأمة أصل ولسا يوجد في غيرنا من الأمم فاليهود وإن كانت عندهم بعض الروايات لكنها تبعد عن موسى بأكثر من ألف سنة وأما النصارى فليس لهم سند ولا في الكتب التي بين أيديهم فقد اختلفوا في الأناجيل نفسها وفي هواياتها ومع أنهم أحدثوا زمنا منها ولعل هذا الاختصاص الذي اختصنا به من هذه السند المضبوط بهذه الكيفية هو الذي أترح حسد بعضي الكتاب من المستشيقين ومن اليهود ومن الملاحدة على الحديث وعلى السنة فصاروا لما لم يجدوا عندهم ما يضايا صاروا يقعون فيه ويقولون هذه طريقة غير مضبوطة وغير أني لا يصح أن يعتمد عليها وأحكوا أن ينتقد الحديث من داخل لا من خارج وقد انتقدناه من داخل وانتقدناه من خارج فكتب الحديث كلها ملأة بالنظر في الحديث وبمقارنة بعض الأحاديث إلى بعضها والترجيح بينها والزيادة والنقص ولو كانت كلمة وحيدة يتتبعها علماؤنا ويحكمون عليها بما يقتضيه المقام وكلام في ذلك يطول جدا وغاية موضع في الأحاديث في أكثر ما يقال أنها 12 ألف حديث وقال حمد بن زيد الوريع جملة ما من الأحاديث وضع النبي المصطفى 12 ألف حديث كلها لا تعتبر وقد وضع علماؤنا كتبا فيها أيضا فمن أشعر ذلك موضعات ابن الجوزي وهي في مجلدين وكذلك أيضا للسيوط الأهل المصنوعة في الأحاديث الموضع وكذلك موضعات ابن سلطان الموضوع المعروف بالقاري وغيره من الكتب الكثيرة بحيث إذا شبع الإنسان الحديث يذهب إلى هذه المعاجب وهي مكتبة على حروفه على الأفاجدية ينظر أول الحديث وينظره فيجد الحكم عليه إما مطلق موضع مره وإما ضعيف جدا وإما له ما يسنده من جهة أخرى وما إلى ذلك فالملة الحمد لله بخير والسنة هي بعد كتاب الله عز وجل المصدر الثاني للتشريع ويكفينا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أوتيت القرآن ومثله معه والله سبحانه وتعالى قبل ذلك وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس من نزل إليهم وذلك كما قال كما قال الخطابي في تفسير ابن العربي في كتاب سنن أبي داود قال ابن العربي من كان عنده في بيتي المصحف وسنن أبي داود كفاه ذلك من العلم فقال الخطابي في تفسير لذلك قال إن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء لكن هذا البيان منه جلي ومنه خفي فالجلي ضائر والخفي يحتاج إلى بيان هو الذي تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه وكان العلماء قبل ذلك يضعون كتبهم كما في البخاري ومسلم جوامع لذلك جامع البخاري وجامع الترميد وما إلى ذلك يكتبون الأحكام ويكتبون كذلك أيضا الإيمان ويكتبون تفسير والتاريخ والسيرة والمغازي والآدب وما إلى ذلك فكان الفقهاء يتعابون جدا في استخراج أحاديث الأحكام السنن من هذه الكتب فجاء أبو داود وضع كتب السنن ذكر في أحكام الفقه فقط ولخصها تنخيصا عظيما ونقحها تنقيحا كبيرا فصار العلماء حين أدنوا الفقهاء يعتمدون عليها وصارت عندهم هي أو المصحف فيها كفاية فلذلك كان كتاب سنن أبي داود في هذا الباب لا يلحقه كتاب آخر أظن أن في هذا كفاية والكلام في هذا المجلس العظيم وأمام سيدنا أمير المؤمنين لا يشبع منه أحد ولكن كفا من القلادة ما أحط بالعنق ووقت سيدنا أوساء وأضيق من أن يتسع على أكثر من هذا وله تكاليف وله مهم لذلك نختم هذا المجلس الموقع ببلغ الدعاء وصالح وعظم الابتهال لكبير المتعال أن يباري أن يحوص سيدنا الإمام بعينه التي لا تنام وأن يبلغ الأمة به آملها وأن يصلح بأحوالها وأن يعينه على ما طوقه من إنقاذ القدس وفلسطين بجمع كلمة العربي والمسلمين وأن يقهيه منارا للإتداء وملجأا للعامة والخاصة ولأصحاب الحاجات ولكل الناس وأن يكر عينه بولي عاديه سمو الأمير المحبوب سيدي محمد وصنوه الأمير السعيد مولاي رشيد وسائري العائلة في الملكية الشريفة حفظ الله وصنها وأن يسبيل بداء رحمته ورضوانه على فقد العرب والإسلام سيدنا محمد الخانس رضا عنه وأرضاه وأن يبوئه مقعد صدقين عنده مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا وفاتحة من مولانا أمير المؤمنين بسم الله الرحمن 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 الرحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة